ترجمة نانسي قنقر التقارير السنوية أو الرج على الخطاب السامي في كل نهاية الدور يتم تقديم تقرير له ويكون متباحث معه بالنسبة حق الأمور اللي تهم الوطن والمواطن في هذا الشأن وكان جل اهتمامه هو الوطن والمواطن دائما في هذا وهذا وعن توجيه كل الجهود لمصلحة الوطن والمواطن في حديثه أو في لقاءاتنا معه طبعا سموه وليل وليل عهد رئيس مجلس الوزراء هو دائما داعم للسلطة التشريعية وهو دائما يحث الوزراء على سياسة الباب المفتوح وأن يكون هناك نوع من التشاور والتعاون في جميع الملفات لتحقيق التطلعات الملكية السامية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر